اشهد معالي السيد رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب المغربي بجهود جلالة الملك المفدى حفظه الله في تطوير منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية المتبعة كما ثمن العالمية العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة البحرين باعتبارها علاقات تاريخية بين البلدين وامتدادا لما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل القيادتين الحكيمتين جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على هامش مشاركته في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والذي يقام بالمملكة المغربية وأكد رئيس مجلس النواب المغربي أن ما تحقق من إنجازات برلمانية بحرينية جاءت امتدادا لمثاق العمل الوطني ما يعزز من موقع البحرين المتميز على المستوى الإقليمي والدولي وهو ما يؤكد أيضا التطور المتنامي للمملكة في مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والعمرانية بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وشاد العالمي بجهود البرلمان العربي برئاسة السيد عادل العسومي وما يقوم به من جهود في سبيل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المشاركات الإقليمية والدودية ترجمة نانسي قنقر